في هذا الفيديو راح تشوف تخطيات متقدمة باستخدام HTML Injection في ثغرات XSS Reflected السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في مقطع جديد معكم ياسر رد رجعنا لكم بتكملة سلسلة XSS اليوم إن شاء الله راح نختتم XSS Reflected ورح نتكلم على High و Impossible Security في تطبيق دفوة اليوم إن شاء الله راح نتكلم على تخطيات متقدمة وحقا باستخدام لغة HTML في المدخل هو ال-Input راح تستمتعون جدا في هذا الفيديو بإذن الله ولا تنسى أنك تشترك في القناة إذا أنت منت مشترك وانت جديد على هذا القناة هذا القناة بكل بساطة راح تتكلم عن كل حاجة مختصة في الاختبار الاختراق سواء في نتكلم عن ثغرات سواء نتكلم عن عدوات وأشياء كثيرة جدا إن شاء الله جاية بمستقبلا أحرص إنك أنت تشترك وتفعل زر الجرس إذا ما فعلت الزر الجرس راح يروح نص عمرك نعم يروح نص عمرك إنه في فيديوهات جدا جميلة جاية بالطريق نعم أحرص وحط لايك إذا أعجبك الفيديو يا حبيبي والله العظيم شيء يسعدني جدا واكتب تحت كومنت اكتب أي شيء شكرا يعطيك العافية لأس جو دعمينك أي حاجة حتى لو تسولف تحت ما عندي أي مشكلة أنا موجود وأقرأ كل تعليق أحد يكتبه وشكرا على كل التعليقات وشكرا على كل اللايكات الحلوة هذه ما راح نطول عليكم لكن نبي ميت لايك في أقرب وقت ممكن وأنتم تقدروين على هذا الشي وحوش ما راح نطول عليكم أترككم مع الفيديو خليني نشوف الهاي شكول معنا الهاي في الرفلكتد ممتاز لو نشيك وش يقول هنا نشوف الهاي يقول هنا الديوليبر ناو بليف ذي كان ديسابل اول جايفا سكريبت بي ريمووبين ذا باترين اس س هنا كريبت ممتاز يعني يقول لك هنا المصمم يثق ثقة تامة انه اي جايفا سكريبت ما راح يتفعل عنده مثلا ما شفنا احنا هنا التاق الاس س س آر آي بي ت ممتاز طيب خليني نشيك الكود نشوف وش اللي تغير نسمى هو الاس س بورتكشن 0 هنا راح ياخد هنا القيمة break replace break replace وش يصير هنا يقول لك هنا اذا كان اي مسافة تمام لو كان في مسافة ورح يبدلها في empty تمام اللي هي وش سكريبت ممتاز وظن اللي هي كيس سيفتي برضو راح يفلترها خلي نشيك نشوف نجرب كوكي خلى هذه فوق شرايكم نجرب اللي هي هذه سكريبت ممتاز انه يعني مختلفة يعني سكريبت هي الأبر كيس الأور كيس alert مثلا سكريبت سكريبت نشيك الكودي ما تفعل نشيك الكودي هلو يعني حذف كشي بس بقاتك همم يعني حتى توقع يفلتر اللي هو سلاش سكريبت هذي يعني يفلتر هذي وهذي مهما كانت أبر كيس لور كيس طيب خلينا نشوف نجرب نكتب سكريبت alert واحد يعني نحن مرح نقول مثلا سكريبت نفسها نقفل تاك سكريبت سكريبت ممتاز خلينا وش راح يصير معنا توقع أنا نسيت المهم نشوف وش راح يصير معنا هل بيتفعل ماذا تشوفون فلتر السكريبت و سلاش سكريبت نرجع السورس سلاش هنا سكريبت تمام وراح فلتر سكريبت فالمطور يعتقد انه اي جافا سكريبت خلاص انا هنا حجرت لك حبيبي لا تسوي هذي ولا تسوي هذي ولا تسوي هذي ولا أبركيس لاوركيس هنا خلاص انتها موضوعك هنا يجي دور HTML انجكشن وشو ال HTML نستخدم تاقات HTML ونحقم فيها كود سكريبت طيب تعالوا معنا هذو شيت 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 XSS ممتاز راح نروح لأول رابط ممتاز راح يجينا هنا شوفوا هنا التاقات الاجتماع يقول لك في ال A في أبر في أريا في أشياء كثيرة بدي إلى آخره وفيه الإفنت الإفنت اللي هو اللي تم استخدامه في التاق على الإفنت ونقوم بإفتار ونقوم بإفتار ونقوم بإفتار وفيه اللي هو البراوزر ممتاز البراوزر اللي هو Chrome Firefox Safari عرض الضج كطبي كومية كونية النبوزر من جفت ونقوم بإفتار موسيقى . . . . . . . المترجم للقناة المترجم للقناة HTTP 127.0.01.get.php المترجم للقناة المترجم للقناة إستخدم هاتي اميل سبيشال شارس ويقفل ويفتح ويقفل ويقفل من اسمها فصعب جدا هذا الرفلكتد اتمنى انه شرحت بشكل ممتاز ووفيت فيه ان شاء الله وبعدها ان شاء الله راح نروح ل وراح نحول على نبدأ من احنا خلصنا تقيبا الاشياء اللي تم شرحها الكوكي واللهما بس اوريكم وش اللي يصير تمام؟ وبس كذا انتهى الفيديو اتمنى من كل قلبي انه اعجبك الفيديو اذا ما انت مشترك اشترك يا حبيبي وفعل زر الجرس اذا انت منت فعله لانه في فيديوهات جدا جميلة جاية والله مرة حلوة بس اصبر علي شويتين تجيكم بشكل جدا احترافي 4K امور طيبة لا تنسى اللايك يا حلو قبل لا تطلع شكرا على دعمك الحلو السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا